يستهل منتخب الأوروكوي الذي فاز بلقب كأس العالم مرتين مشواره في البرازيل ضمن المجموعة الرابعة أو مجموعة الموت كما تسمى والتي تضم منتخبات كل من إنجلترا وإيطاليا وكستاريكا إضافة إلى الأوروكوي وجود اثنين من الفرق الأوروبية في نفس المجموعة أمر يحدث مرارا وتكرارا كل المنافسين يشكلون تحديا بالنسبة لنا أعتقد أن جميع الفرق متشابهة وتملك مقومات جيدة لا يوجد فريقا سهل أنا لم أكن أتوقع شيئا مختلفا عن ذلك الأوروكوي التي استطاعت الوصول إلى الدور نصف النهائي في مونديال جنوب إفريقيا قبل أربع سنوات والفوز بلقب كأس كوبا أمريكا بعدها بعامين واجهت صعوبات كبيرة في التأهل لكأس العالم في البرازيل فقد خاض الفريق ملحقا تأهيليا من مبارتين أمام الأردن ليضمن مقعده في مونديال 2014 وتعد هذه المشاركة الثالثة لمنتخب الأوروكوي في كأس العالم بقيادة المدرب أوسكار تابريز الذي حافظ على 15 لاعبا ممن شاركوا في مونديال 2010 ولكن مفتاح الأمل لمدرب الفريق يبقى معلقا بمدى جاهزية لويس سواريز مهاجم الفريق قبل مباراة الافتتاح ضد كوستاريكا في الرابع عشر من حزيران يونيو الجاري إذ لا تزال الشكوك تحيط بمشاركته بعد خضوعه لعملية جراحية نتيجة إصابة في الركبة بالتأكيد كنا نود أن يكون لويس معنا في التدريب لكنه يتعافى بشكل جيد يحتاج الأمر إلى وقت علينا أن ننتظر لنرى كيف ستجري دموه جهود إضافية يجب أن يقدمها الفريق لمحاولة العودة إلى منصة التتويج العالمي وتحقيق مفاجأة العام 1950 أمام البرازيل